بالصلاة والسلام على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم مسألة مديح النبي صلى الله عليه وسلم هل تأتي أيضا في سياق ذكره صلى الله عليه وسلم أم كيف أنظر إليها يعني صدق من قال فبمتحيه البركات تنزل جمة نعم وبمتحيه مر الحنجر يعذبه نعم بمتحي الحبيب صلى الله عليه وسلم تنزل البركة على من يمدح وعلى السامعي لأن المتح أساس الحب أنا عندما أحب والدي أحب أمي أحب أبنائي أسرتي دايما تلاقيني بحب صديق دايما تلاقيني دائم الذكر له في المجالس أول بس ما شم كده هيتكلمه أروح جايب ألاقي مناسبة أروح على طول متكلم عليه وأتكلم على أخلاقي نعم ذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل قوم يعني من الحبشة في المسجد وعملين يرقصون ويتكلمون بكلام لم يفهمه رسول الله فسأل ماذا يقولون قالوا يا رسول الله يمدحونك يقولون محمد عبد صالح فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وطركهم ولم ينكر عليهم صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على يعني متح الحبيب صلى الله عليه وسلم أمر جائز مكبول العباس عم الحبيب صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله امتدحتك بأبيات فقالها للنبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفيها ولما ولدت أشركت الأرض وظهر أو وأنار الأفق بنورك الكريم صلى الله عليه وسلم فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه بل قال له لا فض فوك أو لا فض الله فاك قالوا بلغ سنه ثمانية وثمانين عاما ولم تقصر له سن أو لم يفقد سنا ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا له لا فض فوك إذن متح الحبيب صلى الله عليه وسلم أمر مشروع فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور طب إيه عذروه عذروه مدحوه وأثنوا عليه خيرا إذن القرآن بيّن أن من صفات المؤمنين أن يثنوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا أن يذكروه في مجالسهم أن يتكلموا عن أخلاقه وعن خلقه كيف لا يتكلمون وكذ مدحه القرآن وقال وإنك لعلى خلق عظيم هو ده مش متح صلى الله عليه وسلم فإذن هذا متح ده مدح ومدح أصحابه ومدحت أمته صلى الله عليه وسلم